تاني بمناسبة رمضان هل في فيتامينز معينة دايما الجسم بيفقدها في رمضان نتيجة الصيام اللي فترات طويلة؟ مش فيتامين معين يعني انت بتلاقي فيتامينز كتيرة بنفقدها وقت الصيام أكيد وبتلاقي طول الوقت ان احنا تعبنين مجهدين فاحنا محتاجين فيتامين بي على طول كداع من النشاط لان وقت الصيام على طول نحس ان احنا همدنين عندنا كسل تعبنين فقالب مالتي فيت هيدعم النشاط جدا لاحتواء على فيتامين بي بكل مشتقات وده اللي بيميزنا عن اي مكمل غدائي اخر احنا قلنا من شوية احنا متفقين على ان هي نفس الجرعة يوميا بس هو التوقيت اللي هيختلف فيها في رمضان بعد الصحور بعد الصحور وتبقى كابسولة واحد واي مرحلة سنية تقدر تتعامل مع المنتج ده اي مرحلة ولو السن الكبير من الستة او الراجل بيماشيين على ادوية امراض مزمنة هو لا يتعرض مع اي دواء يعني ايا كان طيب هل في نصايح عامة يعني حبة تقوليها للناس بخصوص رمضان وتعارف ان فيه ناس في رمضان بيأكلوا اكتر بكتير من الايام العادية عاما بان المفروض ان الشهر مش كده بس يعني هنقول ايه لان نصايح ان احنا نركز برضو في موضوع الاكل يعني بلاش ان احنا ندب جامد قوي ده مش حلو على المهدى خالص ان احنا نشرب ماء بقدر كافية من وقت الفطار لوقت الصحور وان احنا ننزل يعني ممكن بعد ما نفطر وكده ننزل نتمشى شوية لازم الحركة مش لازم هنتفرج على المسلسلات وكل حاجة لكن مهم ان احنا ننزل برضو نمشي جسمنا شوية والحركة مهمة جدا وانا انا بنصحهم طبعا بقلب مالتي فيت ورمضان كريم على الناس جميعا يا رب ان شاء الله